هنالكم اليوم ضيفتنا هي رئيسة مصلحة بيديوان الصناعات التقليدية سابرين السالحي صباح النور سباح خير نبيلا نهارك سعد لايب تعايشي كنقول الصناعات التقليدية وحيرا فنية في تونس نقول قطاع من أهم القطاعات المساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا الدور متاع القطاع ذي كبير برشة في الدورة التنموية سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الاجتماعي الثقافي وحتى على المستوى العالمي قطاع يدعم الهوية الوطنية متاعنا وفيه برشة إبداع على خاطر كي نحكيو عليه نقولوا النسيج نقولوا الجلود نقولوا اللباس التقليدي الأصالة والحديثة نقولوا حرف الخشب والتزويق عنا الأليف النباتية زيتا يعني فن بيأتم معنى الكلمة إضافة للدور الاقتصادي القطاع ذي اليوم شنحويل شنحويلكم أنتم الدولة الوطنية للصناعات التقليدية لباس نحب نطم الناس لكل القطاع الصناعات التقليدية خاصة في السنوات الأخيرة وبعد أزمة الكورونا اللي تمست منها برشة قطاعات نجهد في انتعاشها به يا يسر في القطاع هذية الانتعاشها ما كانتش معناتها بصفة واحدة كانت مدروسة وينا أضبط ديوانوات الصناعات التقليدية استراتيجية كاملة للنهوذ بقطاع الصناعات التقليدية عبر مختلف الإليات خاصة منها أنه تكثيف من التظاهرات الوطنية والدولية والعمل على خلق أسواق تصديرية جديدة واكتساح أسواق ما كناش معناتها نشاركوا فيها قبل ديوانوات الصناعات التقليدية خذير ريهان واكتسحنا أسواق اللي هي من شأنها رفعت من نسبة الصاديرات ونحن نحكي على الأسواق وعلى الصاديرات قديش نسبة الصاديرات من الصناعات التقليدية؟ أخر إحسائيات اللي عندي متاع سنة 2023 سجلت رائدات صديرات قطاع صناعات تقليدية 155 مليون دينار بنسبة تطور أكثر من 4% بغبوغة 2022 شنو أكثر حاجة مطلوبة في العالم اليوم وشنو أكبر الأسواق اللي تتعامل مع تونس في المجيل هذا القطاع اللوليني اللي الحقيقة نجم يكتسح مليح الأسواق الدولية وحتى أعرق الأسواق الدولية هو قطاع خشب الزيتون خشب الزيتون يتصدر المنتجات اللي نجمت تفرض روحها في السوق التصديرية العالمية ومعانتها تسمى إقبال كبير عليه يليها الخزف ونسيج أول السوق اللي مقبل على اقتناء سوق دولية معنى مقبل على اقتناء من توجه السناعة تقليدية هي سوق الأمريكية تاليها السوق الفرنسية والسوق الإيطالية والألمانية في المركز الثالث والرابع وذي كان معانتها بمجهودات كبيرة خاصة من خلال إتاحة الفرصة لمؤسساتنا الحرفية المصدرة وحتى الغير المصدرة في المشاركة في التظاهرات الدولية كبيرة نقولوا معانتها أنه حافظ ديوان سناعة تقليدية برغم معانتها أنه المشاركات هذه مكلفة نبيلة تكلف برشا نباتوا الحرفيين نحنا المعارض الدولية بتبيع على حساب ديوان ولا على حسابهم ديوان هو اللي يوفر الفضاء الحرفيين يتكفلوا معانتها بنقل خاصة نقل المعروضات معانتها والشحن متاحها وكل إجراءات اللوجيستية برغم معانتها التكاليف معانتها متاع التظاهرات هذه لأنه الديوان خير أنه يحافظ عليها الأسواق هذه كيما نقولوا ميزون يوبجي منتها معرض دولي كبير يسر نشاركوا حتى في دوسيسيون معانتها من جانفي وسبتمبر معرض أمبيانتي بألمانيا أثناء إن شاء الله هدوان كالكو جوغن هر أربعة أوت نكون في عودة لي معرض سالون الصناعات التقليدية بنيويورك أخر مشاركة لنا كانت فيه 2017 رجعنا أثناء إن شاء الله بمشاركة متميزة المشاركة منظمينها بالتعاون مع منظمة دولية FSHE اللي تربطنا معها تعاون دولي ديوان بيش يتيح مشاركة متاع ستة مؤسسة حيرفية مختصة في خشب الزيتون النسيج الخزف التقليدي وصناعة النحاس إن شاء الله نهر أربعة أوت إن شاء الله يكون الافتتاح إن شاء الله تكون كل عدم وشاركة متميزة إن شاء الله حيرفيين ينجموا إن شاء الله يبرموا عقود جديدة ويجيهم طلبية جديدة في منتوجات صناعة التقليدية بخلاف المعارض لدينا إمكانية الترويج والبيع عن بعد حضورنا على شبكة الأنترنت على المستوى صناعة التقليدية أيهو ديوان صناعة التقليدية كما تعرف تم قرار مجلس الوزاري الخريني متاع 16 مارس 2023 اللي نص إنه إحنا كديوان صناعة التقليدية باش نوفروا منصة خاصة ببيع وترويج منتوجات السناعات التقليدية والديوان نوفروا الألية هذية لفائدة حيرة فينا إن شاء الله على القريب العاجل يتم الإعلان عليها تقريبا وقت تكون حاضرة المنصة تقريبا من هنا لإخر العام إن شاء الله أوائل 2025 إن شاء الله تكون حاضرة بإذن الله ونحن نحكيه بباقي على المواعيد الدولية مؤخرا والعالم كل يعيش على وقع الألعاب الأولمبية في باريس حضرتش شوية سيناعة التقليدية رغم لي الناس كل نقدة الوافد التونسي في الصورة الأولى هذه كمتاع الأفتتاح نسكر قالوا علامة لبسوش لباس تقليدي علامة لبسوش شاشية في بلاسة التربوشة حضوركم والله حضرت مش شوية حضرت برشة حتى كان ما حضرتش من خلال الليباس معناتها فضلت معناتها بتدخل هاي المديرة إنها أي ذيكا القرار يعود إليهم بطبيعة لكن ديوان سيناعة التقليدية ساهم إنه هو في تنظيم معرض بهذه المناسبة هذه وثم فريق دي جاء فني من ديوان معتصة التقليدية تتنقل الفرنسا البريز بش يواكبها المشاركة هذية ويؤثر المشاركة التونسية وإن شاء الله تكون إن شاء الله مشاركة مشرفة كما العادة إن شاء الله إن شاء الله بلادنا ثم زد ورشة حية زد اقترحة ديوان والحرفين حاليا موجودين في بريز بش يروجو للوجهة التونسية أولا يروجو لي منط apoyهات التقليدية ويعطي صورة لبلادنا إن شاء الله على أبها حلة إن شاء الله تظهر وإن شاء الله نرجع إن شاء الله منصورين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نرجع متوجين بالذهب إن شاء الله وإنتوا مسأيدها ترجعوا برشة 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 دي كونتخاها متاع بيع وشري متاع ترويج لصناعاتنا التقليدية نرجعوا لتونس في المعارض في مختلف الولايات متع الجمهورية الاشكاليات والمصاعب اللي تعرضونها الحرافيين ديما تونسي حب يشري ما يقولك غالي وهل أنه اليوم صناعاتنا التقليدية في مستوى المقدرة الشرائية للتونسي ولا نرجع لمواضيعنا اللوكال نقوله نحن المحلية بالله نبيل الموضوع هذي القديم المتجدد في معنة المقدرة الشرائية متع خطر صناعات التقليدية كما نعرف من الناس كلها مويد الأولية المستعملة فيها موكلفة حتى التعبم تالحيرا فيه لأنه يعملها باليد ياتيك ساحا في المنتوج التقليدي التونسي خاصة اللي هو بشهدة أكبر الخبراء حتى الدوليين حافظنا على جودة عالية في مختلف الأنشطة متع صناعات التقليدية وهذا كانت بدور من الدوان وذية ثمار متع سنوات من العمل على تأثير الحرافيين متعنا أنه يحافظوا على مستوى عالي من منتوجات متاحهم صناعات التقليدية كما نعرف وما نعرش معنا أنت هكذا كان ما كنت تزوروا أنتوما معرض صناعات التقليدية دعم معرض الكرام اللي هو هذي كنت تتسمى على البلو جراند فيترين معنى تذيك الواجهة الكبيرة تظاهر الوطنية الكبيرة اللي ديوان الوطنية التقليدية يحرص معنى بتشريك أكبر عدد ممكن من الحرافيين الدورة الأخرانية شارقوا فيها حوالي ألف حرافي من مختلف الجهات ولي زار معرض الكرام يشوف اللي صحيح فما صناعات مكلفة ثم صناعات رهي معنى تها بالمتناول بالمتناول للجميع معنى تبقى عن نظر معنى تها على ممكن قولوه زربية ولا نقولو معنى تها الحولي التقليدي ولا اللباس التقليدي اللي هو معنى تها يتكلف على الحرافي برشة مجهود معنى تها أخذ منتها أشهر نبيلة ما هي شي معنى تها وإه قطعة متع صناعات تقليدية يتحفى فنية يتحفى حكاية حكاية بالضبط معنى ساعات تغزر للقطعة ما تجمش حتى تثمنها بثمن معناتها مادي وهذه معناتها الحقيقة عملنا ببرشة دورة تكوينية للحيرافيين انهم يزوهم يتوعوا شوية المنتوجات اللي هي نجموا يدخلوا عليها مواد أولية معنى تكون أقل التكلفة بشي نجموا يروجوا للمنتوج التقليدي على خاطر كي ما تعرف نبيلا أكبر معناتها إشكال عند الحيرافي هو ترويج المنتوج التقليدي معناتها كي بدير المجهودات معناتها لازمة الكل متوفرة وهذا اللي راهنا علي دورة انه يوفر أكبر عدد ممكن من فرص الترويج لمخترف الفئات من الحيرافيين عنا التظاهرات الدولية عنا التظاهرات الجهوية وعنا التظاهرات الوطنية اللي تزادلها إثناء مولود جديد إن شاء الله نحنا توى منكبين على إن النظموه هو الصالون المهني الأول في سنعات التقليدية إن شاء الله بش ينعقد في قصر المعارض بالكرم من 9 إلى 15 سبتمبر إن شاء الله تكون تظاهرة كبيرة ياسر دولة الوطنية الساعة التقليدية قاعد ينظم في زيارة عديد المشترين المهنيين من تونس ومن خارج تونس إن شاء الله تكون قاعدين تاود دينا قاعد المطالب متع المشاركات إن شاء الله تكون مشاركة متميزة بش نحلوا هناك رينو جديد وبصمة جديدة في التظاهرات اللي من نوع هذه الحقيقة ما لماذا اخترته سبتمبر؟ في الوقت أذي كاو نقول لك على السؤال نابين تسع وخمساش سبتمبر العائلات التنسية تبداليها بالعودة المدرسية والجامعية نابينة سبتمبر على خاطر المؤسسات الكبيرة اللي بش تقتني هدايا متاع رأس السنة ما كتعرف في رأس السنة دي ما تكثرك الهدايا بالمؤسسات عاليج موش نوفمبر مثلا جي معا عطلة ومعا استعداد الوقت ميكفيش بش إنو الاشتر يجي للحيرة في ويعدي كوموند خطر الكوموند دي الكوموند دي متاع الكادو فنداني رهي تطلب وقت عملتوا المؤسسات معناه هي حسنا هو صالون مهني بالأساس واضح إن شاء الله بش يكون هو مفتوح إن شاء الله للعموم فيه لكن هو معتش شعار متاعه الصالون المهني الأول في الصناعات التقليدية الصالون المهني الأول في الصناعات التقليدية من 9 الـ 15 سبتمبر أشدوا عندكم الدات الفين واربعة وعشرين في قصر المعارض بالكرم دي وين اليوم شن هو برامج المستقبلية كيفش مش يكبر هالقطاع عليهم هذي والله الحمدلله يا ربي الحقيق نتيجة تشوفوا فيه نبيلا القطاع قاعد برغم معنطها الصعوبات مشا من مشون نكونوا معنطها واقعية لكن قاعد يكبر ياوم بعد ياوم معناتها كنشوفوا توا المجهودات اللي قاعدة تسير خاصة في برامج متاع تقطير والدفع نحو الابتكار والتجديد خاصة في الهوب والهوب ديزاين اللي ولدتوا معناتها متواجدة في عديد الجهات إن شاء الله بخشين معهم بش نفتتحوا الهوب ديزاين متاع غيبس الهوب ديزاين متاع غيبس إن شاء الله نواجهو لكم دعوة وديوا تشوفوا إن وديوين بالاشتراك مع مشروع تونس الإبداعية وفر توا أخر تقنيات الحديثة في تكوين الحرفيين بش إنهم خاطر الرهن وخاصة رهوا رسميا في صناعة تقليدية هي الجودة نبيلة عنا حرف ندثرته؟ ثم حرف ما عادش تم إقبال عليها كيف يقول مثلا السرج التقليدي معنات تقعد خاصنا نحافظ عليها في المحاف والمهرجانات اللي تكون في ثم بعض الاختصاصات الحقيقة متعرابي اللي هي ما عادش إوتيلتير لكن توحى الحرفي بتأثير من الديوين أنه متولي ديكوغاتيف فإزامل الدوزين متاع النحاس اللي كانت تقبل موجودة في كل دا ما عادش تول الحرفي المستهلك يقبل على الدوزين لكن تلقى لازم قطعة ولا قطعتين نحاسم زينة في كل دار تونسي لذلك هذا هو معنى تهيزم القطاع يتأقلم على الواقع ويلزم ويواكب عصره في الاحتياجات متعلن مستهلك التونسي وغير التونس ونحن نحكيه على الواقع وعلى المستقبل شباب اليوم ثم برشة من حرفيين شباب ثم برشة حرفيين شباب وثم حرفيين من المفاش اللي نحن اللي ثم برشة حاميلي شهائد أوليا اختصاصهم بعيد كل البعد على صناعات التقليدية نلقاهم اليوم مشاركين في الفضاء مثلا عنا متاع فضاء البيعيثين الجدد اللي يوفروا الديوان لصناعات تقليدية ويحطوا على ذمة البيعيثين الجدد في قصر معرض بالكرم الثاني يشاركوا معنا 85 باعث شاب جديد استثمر في قطاع صناعات التقليدية وكانت مشاركتهم مت ميزة وكان اقبال كبير عليهم حتى من عنده زوار وهم الحقيقة زيدة كانوا عند حسن الظن وقدموا منتوجات في مستوى كبير ما هو أبرز الصعوبات اللي يلقاها القطاع اليوم؟ أبرز الصعوبات كيما القطاعات لكل نبيلة خطر ما تعرف معناتها قطاع صناعات التقليدية هو ما نتنرنه أنه يكون قطاع اقتصادي أنه يساهم في الدولة الاقتصادية منتع البلاد هو ديمة البحث على أسواق تصديرية جديدة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون معناتها قطاع صناعات التقليدية بمختلف مكونات وقادر أنه يكتسح أسواق اللي هي تضمن له استمرارية واللي هي تكون فعلة في العجل الاقتصادية للبلاد كيفاش نحميه صناعاتنا سواء كان بعلامة الجودة وإلا مش ما تدخلش بعضها الصناعات التقليدية خاطر مرات كندوروا في أسواقنا نلقاوا برشا حضور لصناعات تقليدية تشبه لصناعتنا لكن ما هيش تونسيح هي ديمة البحث الكبيرة لحقيقة معناتها قاعدين نشوفوا اللي معناتها المواد اللي قاعدة تتباع معناتها في بعض المغازات خاصة اللي موجهة للسياح وفي المناتق السياحية معناتها ثم لكونتخفة صن برشا معناتها ثم لياه سيبوغسان هو مثلاً من قطاع الزربية نهني الناس الكل اللي هو محمي معنات الدولة ومعنات الدولة التقليدية قطاع الزربية فيه الطابعة فيه اللابيل اللي معناتها كل الحرافين والمنجين متاع الزربية والمرقوم يطبعوا المنتوجات متاحهم في المندوبيات الجهوية المتوجهة في 24 ولاية إن شاء الله طوع على قريب إن شاء الله بيش تظهر علامة الجودة في عدة قطاعات أخرى المشروع حاضر تمت المصادق عليه إن شاء الله بيانتو بيش تكون إن شاء الله زد علامة جودة في 3, 4, 5, 6 إن شاء الله مشروع من هنا خمسة ستة سنين وخيرين تكون كل المنتوجات متاح سناعة تقليدية تحمل عامل أعلامة الجودة اللي تحميها خاصة من العبادة دولة الدخلية على القطاع اللي معناتها قاعدين يذروا في بلادهم ومهم شفيقين هو معناتها الغاية معناتها وسناعة تقليدية ونقول لهم إن التجار ابعد على المنحة التجارية ثم الدومين أخرين تنجم تستثمر فيها وتنجم التجار فيها سناعة تقليدية تحمل الهوية التونسية مع تحرام إنها تحطها معناتها شاشية اليوم وليت موكات نبيلا وكانت تشوف وهو ثم حملة مشتركة صارت مؤخرا واشرفت عليها وزارة السياحة بين دولة وطن الساعة تقليدية وبين وزارة التجارة والحقيقة قادة تصير حملية كبيرة ياسر إنه نحسوا التاجر ونحسوا الحرافي وفي الإطار هذه كانت لاحظوا مؤخرا في السياحة خاصة اكتم التركيز على تنظيم معارض في قلب المناطق السياحية حاليا في الوطلة زي دا معنى وهذا يباهم واشر به اي صحيح في وسط الوطلة بالتعاون مع المنطبيات الجهوية نتع سناعة تقليدية المتواجدة في كل الولايات عنا طوى معارض معنى أنت بخيسك في كل الجهات معنى تلسية حيامستير سوسا نابل عنا طوى حاليا المهرجين سناعة تقليدية في دورته الثانية فيستيفارت في يسمي الحمامات في قلب يسمي الحمامات حبينا نحطوا المنتوجة التقليدي ونقربوه للسياح والمصطاف وكما تعرف اللي في منطقة الحمامات تتشدد ذروة الاقبال متاع السياح فهمت بركلة معنى انتها برشة جنسيات تزور لونك حبينا نشوفوا نوريهم ونحطولهم نقربوهم المنتوجة التقليدي حتى لديهم دونك مهرجين بدا من 22 جويلية يتوصل الى 25 ود كل جمعة نتيحوا الفرصة لمشاركة مجموعة جديدة من الحرفيين والحمد لله يا ربي دي جا قاعدين نشوفوا في غزلتاء كل يوم معنى انتها السواح يدخلوا للمغازيات الذين بعد يعملوا دورة يرجعوا للاختزانة وين يلقاوا فرق في الاسعار الجودة ومقتنعين اللي الحرة في قدامهم وهو قاعد يحكي في حكايته وهو يحكي على صنعة الصناعات التقليدية برافو يأتيكم الصحة نتمنى وكل النجاح والتوفيق لديوان الوطني للصناعات التقليدية في المواعيد القادمة اللي ان شاء الله نواكبوها يومك أسعد ليم كانت ضيفتنا أسيدة صبرين الصالحي رئيسة مسلحة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية